السلام عليكم معكم اهنس عبد الرحمن خميس ونكمل مع بعض الحلقة رقم 31 من سلسلة كل يوم صفحتين خلينا كده نشوف الصفحتين على اليوم الدور اول صفحة معنا النهاردة يا صفحة 113 الفصل الثاني من كتاب الوزارة الرسم المقابل يمثل 4 اسلاك تمر بها طيارات اي واحد و اي اتنين و اي تلاتة و اي اربعة فكانت كسافة الفيض عند النقاط اكس واي زد دي متساوية يبقى نكتب كده ان البي عند اكس بيساوي البي عند واي بيساوي البي عند زد بيساوي البي عند دي فبيسأل عن شدة الطيار الاكبر وازا ما انتم شايفين هنا الابعاد مختلفة ابعاد النقاط عن الاسلاك مختلفة طيب واحدة واحدة احنا عارفين ان قانون كسافة الفيض للسلك بيساوي ميو اي على التوباي دي فكده كده هو بيقول لي ان البي دي كونست طالما البي كونست كده انا قدر اجيب علاقة من الاي والدي لان كذلك الميو كونست والتوباي كونست فكل حاجة كونست فاق عارف اجيب علاقة بين المتغيرين i و d فطبعا احنا عارفين في الفيزياء كل مقسوم ترضي يعني العلاقة هنا بين الطيار والمسافة او البعد علاقة ترضية معناها ايه ان الاكبر في البعد هو الاكبر في الطيار مين اكبر واحد في البعد هنا d يبقى هو ده الاكبر في الطيار يبقى الاجابة الصح هي الاجابة به اللي هي i4 السؤال اللي بعده بيقول الشكل المقابل يمثل سلكا المستقيما يبر به طيار شدته i وعندي هنا نقطتين a وسي على جانبي السلك فبيقول لي كانت كسافة الفيض عند النقطة ايه اسمها b a يبقى كسافة الفيض عند ايه هو مسميها زي ما هي كده b a كسافة الفيض عند c برضو مسميها b c عايز النسبة من كسافة الفيض عند ايه الى كسافة الفيض عند c طيب ما انا هجيب دي الوحدة واجيب دي الوحدة وفي الاخر اسمهم على بعض فعشان اجيب كسافة الفيض عند النقطة ايه هعوض في القانون اللي هو ميو الطيار هنا بأي على تو باي الدي والدي هنا بعدها بكم ب ب cords يبقى تبقى دي باي تربيع ولما يجيبك سفة الفيدة عن د سي هتبقى ميو نفس الطيار آي على تو باي د اللي هو البعد البعد هنا هو مساميه باي تربيع فطبعا لما يكتب هنا باي تربيع وعند باي يبقى باي اس ثلاثة طبعا نقسم على بعض يبقى ب إ على ب سي فنزل ب إ زي ما هي اللي هي ميو اي على اتنين باي تربيع على المقدار ده هحول على في وقلب المقدار ده يبقى اتنين باي قوس ثلاثة على ميو فدي هتروح مع دي estua هتروح مع الثو pela على واي واحدة ده باي قوس واحد يعني يبقى كافة واي يبقى الاجابة الصحية الاجابة داشتنا وسأل السؤال اللي بعد بيقول لي امره طائر الكهرابي في سلك طويل فازا كانت كسافة الفيد عند النقطة اكس اللي هي دي تساوي بي يبقى كسافة الفيض. عند اكس هو جايبها بدلالة البي. فان كسافة الفيضة عند واي نقط. كده حالتين انا لما يكون عندي حالتين اخلص كل حالة لوحدها فكسافة الفيضة عند اكس الاول بتساوي ميو اعوض على طول الاي باي على المسافة بتاعة اكس ايه? خمسة سنتي ما فيش مشكلة لو حولنا خمسة في عشر استسالة بالاتنين. دي كده الحالة الاولى. اخري في الحالة الاولى. حالات تانية بقى اللي هو عايزها اللي هي البي عند واي. البي المسافة بس اختلفت بتاعة لان انا باخد المسافة بين النقطة لغاية السلك يعني خمستاشر وخمسة يبقى هنا كم? عشرين في عشر استسالة بالاتنين. وهنقسم بقى الاتنين على بعض عشان نجيب الحالة التانية بدلالة الحالة الاولى او البي واي بدلالة البي اكس. فنقسم الاتنين على بعض. يبقى هنقسم الايسر الايسر. البي اكس اللي هي بي. على بي واي يبقى كده الايسر على الايسر. والايمن على الايمن تعال كده نحط الميو اي على في خمسة فى عشرة قصة سالب الاتنين على حولها الفي وقلب يبقى عشرين فى عشرة قصة سالب الاتنين على الميو اي فطبعا دي راحت مع دي والتو باي راحت مع التو باي والعشرة سالب الاتنين راحت مع العشرة سالب الاتنين يبقى لي عشرين اهي على الخمسة فيها الاربعة الى واحد يبقى بي على بي واي بيساوي العشرين على الخمسة اللي هي اربعة الى واحد طبعا انا عايز بي واي يبقى هنقول هنا مقام على مقام بيسوي بسط على بسط. مقام على مقام اللي هي بي واي على واحد اللي هي بي واي. بسط على بسط بي على الاربعة اللي هي بي على الاربعة يبقى الاجابة الصحية الاجابة جيمة. اخذ سؤال معانا في الصفحة الاولى بيقولي في الشكل البياني المقابل يمثل علاقة بين جسافة الفيض وشدة الطيار لتلت اسلاك اكس واي وزد فتكون هذه النقطة اقرب ولا ابعد ولا ابعد مدقى يعني بيتكلم على البعد. طب احنا عندنا رسم بياني في اول حاجة بنجيبها هي ايه? والميل بيساوي الرأسي على الافخي. فالرأسي هنا اللي هو البي والافخي اللي هو الاي. مين اللي ممكن افكه هنا? البي. طبعا دي كسافة فضل سلك. فيبقى ميو اي على التوباي دي. كده انا فكيت البي. اما الاي في المقام هتنزل زي ما هي. عشان الاي تروح مع الاي. يبقى الميل طلع بيساوي ميو على التوباي دي. الميل والدي هنا علاقة ايه? عكسية. ده معناه ايه? ان الاكبر في الميل هو الاقل في المسافة او في البعد لانه علاقة عكسية. مين هنا اكبر واحد في الميل? اكس. يبقى هو اقل واحد في السore البعد. اكبر واحد في الميل هو اكس يبقى هو اقل واحد في البعد. يبقى دي اكس دي اقل حاجة. بعدها مين؟ اقل من واي. بعدها مين? اقل من زي. تعال ان اعطوا اللي احنا طلعنا ده مع الاختيارات. فهو بيقول لك ايه? اقرب للسلك زد عن السلك واي. يعني مسافة زد اقل من مسافة واي. هل مسافة زد اقل مسافة واي? لا. طب على ابعاد متساوية لا التلاتة مختلفين. طب اقرب للسلك اكس عن السلك واي. يعني مسافة اكس اقل من مسافة واي. اه هي فعلا مسافة اكس اقل من مسافة واي. يبقى الاجابة الصحية الاجابة جيمة. حط تاني معنا لها صفحة مية واربعتاشر بيقول لي ملف دي اري مكون من ميت لفة. يبقى ده عدد اللفات بيسا ومية. ونص قطر ده اللي هو الار بواحد من عشر ويمور بي طيار ده الاي باربعة وتسعة من عشرة امبير فمديني معامل النفازية باربعة باي فعشر والسسالب السبعة فعايز الفيض الماغناطيسي اللي يختارك واجه الملف هو عايز الفيض وليس كسافة الفيض فالفيض ده اللي هو الفي ايه اللي هو بيساوي البي في الايه طيب البي الاوخانة في البي نفك البي اولا ده كسافة فيض لملف دائري يبقى لبيب تدفك ميو ان اي على الاتنين ار. طب و المساحة المساحة والله ده ملف دائري مساحته تربيع تعالى معول بقى. الميو اهم الدائري اربعة باي في عشرة سالب سبعة. الان هنا بمية. الطيار هنا باربعة وتسعة من عشرة. على اتنين في نص القطر اللي هو واحد من عشرة. الكلام ده مضروف في الباي اللي هو مدهالي هنا باتنين وعشرين على سبعة. في الار اللي هي واحد من عشرة لكل تربية. وكده جبت قيمة الفيض الماغناطيسي. تمام? ديها بقى نحسابها بالال حسبة. قلنا بالال حسبة فطلعت الاجابة دال تسعة وتمانية وستين من مية في عشرة سالب الخمسة. السؤال اللي بعده بيقول لي ملف دائري يتكون من اربعتاشر لفة. يبقى ده كده عدد اللفات باربعتاشر. نص القطر اللي هو بحداشر من مية. احسب شدة الطيار اي على انت استفهام ينطق فيد كسافته دي اللي هي البي تمانية في عشرة سالب الاربعة. ومديني معامل النفازية بتاع الهواء. طيب ده تعويض مباشر في قانون كسافة الفضل الدائري اللي هو ميو ان اي على تو ار. فالبي تمانية في عشرة سالب الاربعة. الميو محفوظة باربعة باي في عشرة سالب سبعة. الان باربعتاشر. الطيار احنا عايزينه. على اتنين في نص القطر اللي وحداشر من مية. فكده بسولف المجهول الوحيد هو اي. طرفين بقى في وسطين او لو انت بتعمل بسولف اطلع قيمة الاي بعشرة امبير وخلصت المسألة على كده. السؤال اللي بعد بيقولي لديك اربع حلقات معدنية. كلمة حلقة اصلا معناها ان دي عدد لفاتها بواحد. فاربع حلقات يعني كل واحدة فيهم عدد لفاتها بواحد يعني كلهم متساويين في عدد اللفات. يعني ان واحد بيساوي ان اتنين بيساوي ان تلاتة بيساوي ان اربعة. ولهم انصف اكتر مختلفة ويمر بهم نفس الطيار يعني اي واحد بيساوي اي اتنين بيساوي اي تلاتة بيساوي اي اربعة. فبيتكلم مين هنا اقل لكسف طفيد طب احنا عندنا قانون الكسافة بيساوميو ان اي على تقار فطالما انت بتقوللي ان الطيار سابت وعدد اللفات سابت فاحنا نعرف نجيب علاقة بين كسف طفيد ونص القطر طبعا دي علاقة ايه عكسية يعني اا الاكبر في نص القطر هو الاقل في كسف طفيد من اكبر واحد هنا في نص القطر اللي هو الاتنين او يبقى دا اقل في كسف طفيد يبقى الاجابة الصحية الاجابة الف السؤال اللي بعده بيقول يوضح الشكل لسلكي تم تشكيله على هيئة انصاف حلقات متصلة معا كلمة متصلة معا دي مهمة في حاجة ان الطيار اللي ماشي في الحلقات دي متساوي ما هو كلهم توصيل توالي زي ما انت شايف كده يعني الطيارات ثابتة يبقى اي واحد بيساو اي اتنين بيساو اي تلاتة بيساو اي اربعة وزي ما انت شايف كلهم يعني انصاف حلقات يعني عدد لفاتهم بنص يبقى ان واحد بيساوي ان اتنين بيساوي ان تلاتة بيساوي ان اربعة فاي الحلقات تكون عند مركزها كسافة الفيد اقل ما يمكن برضو القانون عندي ميو انو اي على توق ار فطالما عدد اللفات متساوي الطيار متساوي فعرف اجيب علاقة بين كسافة الفيد ونص القطر فالاكبر في نص القطر هو الاقل في كسافة الفيد مين اكبر واحد هنا في نص القطر فتكون له اكبر واحد في نص القطر هو ايه ار واحد ده اكبر واحد في نص قطره وهو اقل لوحد في كسفة الفيد يبقى اجابة الصحية الاجابة اخل سؤال معانا بيقول ملف ده ايه عدد لفاته انه نص قطره ار يمر به طيار شدته اي فكانت كسفة الفيد بواحد ماشي تم توصيل الملف بمصدر اخر فمر طيار شدته 3 امثال شدته في الحالة الاولى يعني عايز يقولك ان الاي في الحالة التانية 3 امثال الاي في الحالة الاولى فبيسأل على كسفة ايه كسافة الفيض طيب هو أولا قانون كسافة الفيض البي بيتساوميو فالسؤال هنا هو هل عدد اللفات اتغير يعني هل هو لعب في حاجة في الملف قالك لا ده هو نفس الملف بس تتوصل بمصدر آخر يبقى عدد اللفات ما اتغيرش وطالما هو نفس الملف برضو يبقى نص القطر ما اتغيرش يبقى اللعب كله في الطيار فهنا طالما الان سابتة والار سابتة ممكن اجيب علاقة بين البي والاي ان دول علاقة ترضية فالاي زادت لتلات امثالها يبقى كسافة الفيض هي كمان هتزيد لتلات امثالها عشان اللعب الترضية يبقى بي اتنين بيساوي تلاتة بواحد يعني الاجابة الصحية الاجابة كده احنا خلصنا صفحة المتوى النهاردة شوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من سلسلة كل يوم صفحة المتوى شكرا سلام عليكم